بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس التاسع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قوله تعالى لن تنالوا البر لن هذه حرف نفي والعلماء يقولون إن النفي بلن ليس للتأبيد وإن من نفي بلم النفي بلم هو الذي يقتضي التأبيد أما النفي بلن فإنه لا يقتضي التأبيد ويقول العلامة الإمام بن مالك في الكافية ومن يرى أن نفي بلن مؤبدا فلا تقبله وسواه فعضدا يعني سوى هذا القول فقوله لن تنالوا أي لن تحصلوا ولن تدركوا البر كلمة البر قيل المراد بها الجنة أي لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون وقيل البر كلمة جامعة لكل خصال الخير مثل كلمة التقوى ومثل كلمة الإيمان فهي من جوامع الكلم الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فجعل البر عديلا للتقوى والتقوى كلمة جامعة وقال في الآية الأخرى ولكن البر من اتقى فالبر هو التقوى وهما كلمتان يجمعان خصال الخير فيكون معنى الآية على هذا لن تصلوا إلى هذه الدرجة وهي درجة البر وتكونون من أهل البر حتى تنفقوا مما تحبون الإنفاق في اللغة هو إخراج الشيء ومنه يقال فسقت النوات إذا خرجت أو فسقت الثمرة إذا خرجت من أكمامها ويقال للمنافق منافق لأنه خرج من الإيمان ومنه المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة أي الذي يخرج سلعته ويخرجها ويبيعها بالأيمان الكاذبة التي يخدع بها الناس إذن فالإنفاق هو إخراج الشيء والمراد به هنا إخراج الأموال إخراج الأموال في طاعة الله سبحانه وتعالى والإنفاق في سبيل الله له أجر عظيم والإنفاق في سبيل الله مقدم على الجهاد للنفس لما فيه من المنافع الكثيرة للناس حتى تنفقوا أي حتى تخرجوا أموالكم ابتغاء وجه الله ويكون ما تنفقونه مما تحبون منها من أنفسها من أنفس أموالكم لأن النفس تتعلق بالشيء النفيس أكثر من غيره والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد والخبيث المراد به هنا من الطعام أو من الثياب أو من الدواب أو من أي شيء فالردي نفعه قليل والإنسان لا يريده لنفسه فكيف لو أعطاه إنسان شيئا رديئا ما رضي بهذا فكيف يخرجه إلى غيره ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه فمن أراد أن يتصدق فإنه يخرج من الشيء الذي ترعبه نفسه وتحبه نفسه لأن هذا دليل على قوة الإيمان فالذي يخرج من ما تحبه نفسه مع تعلقها به ومع ذلك يخرجه لله فيؤثر رضى الله على رضى نفسه هذا الدليل على قوة إيمانه وكذلك مما تحبون أيضا مما تحتاجون إليه أنتم في أنفسكم فتقدم حاجة أخيك على حاجة نفسك قال تعالى في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فإذا آثر أخاه بشيء هو محتاج إليه في نفسه فقدم دفع حاجة أخيه على دفع حاجة نفسه فهذا دليل على قوة إيمانه ووصف الله سبحانه وتعالى الأبرار بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً واسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً لما سمع هذه الآية الصحابة رضي الله عنهم بادروا فأخرجوا في سبيل الله وفي الصدقات من أنفس ما عندهم فهذا أبو طلحة الأنصار رضي الله عنه لما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان عنده حائط من النخل فيه نخيل كثيرة ومثمرة تصدق بهذا الحائط كله في سبيل الله عز وجل عملاً بهذه الآية ولأجل أن ينال البر من الله سبحانه وتعالى وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت عنده أرض في خيبر من أنفس أمواله فأوقفها في سبيل البر وسبيل الإحسان وابن عمر كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به عملاً بهذه الآية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته